السلام عليكم ورحمة الله ازاي طلبة الصف الثاني الاعدادة عن حلم مع بعض ان شاء الله امتحموا حافظة القليوبية للترم الاول يا ريتب لمبدأ الحل متنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة طبعا الدروس كلها موجودة في قيمة تشغيل انجليز و تاني اعداد الترم الاول سواء كان جرامر او دروس عادية اول سؤال معنا listen and choose the correct answer استمع واختار الاجابة الصحيحة my sister is a doctor she works in a big hospital she always helps people when she was young she used to study hard استمع ثاني my sister is a doctor she works in a big hospital she always helps people when she was young she used to study hard سؤال الاول my sister is اختي بتكون اي دكتور يعني طبيبة she works in a big هي بتعمل في ايه كبيرة in a big hospital استشفه كبيرة she always helps people هي دايما بتساعد الايه ال people اللي هما المرضى what did she used to do when she was young هي كانت معتادة على فعل ايه عندما كانت صويرة طبعا ستادي هارد يعني كانت بتزاكر بقد السؤال التانية complete the following dialogue اكمل للحوار الادي سامي يساعد سايح ان هو يصل الى الاهرامات سامي بيساعد سايح ان هو يصل الى الاهرامات السايح بيقولك excuse me المعذرة كان يساعدك بعض الاسئلة ممكن اسألك بعض الاسئلة فسامي رد علي طبعا هيقوله ايه sure بالتأكيد تورست سأل سؤال وسامي قال له الاهرامات موجودة في الجيزة يبقى السؤال اين تقع الاهرامات او اين توجد الاهرامات اين يعني where بعد كده هنكتب فعل المساعد اللى عندي are where are the pyramids where are the pyramids قال له انجيزة في الجيزة بعد كده قال له are they far from here هل هما بعيدين عن هنا طبعا مش محدد هما بعيد ولا قريب ممكن نكتب ايه حيلا هما بعيد ولا قريب no no they aren't لا هما ليسوا بعيدين هنا سؤال هل بجاوب yes او no وبان في الفعل المساعد اللى عندي are تبقى aren't طيب how can i go there ممكن اذهب ازايه لهناك يبقى مثلا you can go by car you can go you can go by car او buy taxi يعني الاتنين صح the ancient Egyptians built them المصيرين الكداماء بنوه يبقى السؤال هنا مين اللى بنى الاهرامات يبقى هو لما باسأل عن الفعل بحذف الفعل وبكتب مكانها بعدها الفعل عادي يعني بعد قدد الاستفام هو بحذف the ancient Egyptians واكتب مكانها بعده who built them يبقى who built them يعني من بناهم ده في حالة ان انا باسأل عن الايه عن الفعل اللى هي المصيرين والكداماء انما لو باسأل عن المفعول السؤال بيكون مختلف يبقى فعله مساعد بفعل بعد كده فعل اساسي مثلا who do you go to school with بتروح المدرسة مع مين يبقى هنا باسأل عن الايه عن المفعول who do you go to school with انما هنا باسأل عن الفعل فبحذف الفعل وبكتب مكانها هو وبعد كده الفعل عادي بعد كده سؤال بقطعة most people have three meals every day معظم الناس بيكون عندهم ثلاث واجبات كل يوم breakfast lunch and dinner الفطار والغدا والعشق they eat these meals at noon times هما بيتناولوا هذه الواجبات في اوقات معروفة معينة in the morning in the afternoon and in the evening in the evening but in fact most of them don't care about why what they should eat for each meal لكن في الواقع معظمهم most of them على people على الناس معظم الناس لا ينتبهوا اللي هما يجب بيكلوا ايه لكل واقبة doctors say that people should eat lots of fruits and vegetables لطبا بيقولوا ان الناس يجب ان هما يتناولوا الكثير من الفكاة والخضرات people shouldn't eat too many cakes الناس ليجب ان يتتناول الكثير من الكعك أو الطرطة doctors advise people to drink a lot of water and milk everyday الاطباء بينصحوا الناس ان هما يشربوا الكثير من المياه والحليب كل يوم and not to have too many sugar drinks ولا يتناولوا الكثير من المشروبات السكرية to keep healthy doctors advise people not to stay at home all the time ليحفظوا على صحتهم الاطباء بينصحوا الناس ان هما ما يعودوش في البيت طول الوقت they should go for walks يجب ان هما يذهبوا للمش do exercise يعملوا تمارين or practice any sport أو يمارسوا اي رياضة the underlined word them refers to قول لان كلمة them عيد على مين هما مش بينتبهوا هما بيأكلوا ايه يبقى people يبقى بعيد على الايه الناس people care about food الناس بينتبهوا للطعم طبعا few people يعني ناس قليلة جدا لان معظمهم لا يهتم يبقى القليل منهم اللي بيهتم ما يفعش هكتب no لان في ناس بتهتم بالطعم بتاحه وبيقول most معظمهم مش بيهتم يبقى القليل منهم بيهتم doctors say that people shouldn't eat too many الأطباء بيقولوا ان الناس لا يجب ان هما يتناولوا كثير من الايه too many cakes يعني كعك كتير what is the main idea of the passage الفكرة الرئيسية في القطعة الناس يجب ان هما يتناولوا طعام صحي يبقى people people should eat healthy food طبعا ممكن نكتب اي عنوان تاني مناسبة عادي ممكن نكتب healthy food and unhealthy food مثلا people people should care about their food يجب ان هما يحتموا بطعمهم how many meals are there in the day كم وجبة في اليوم قلاني فيه ثلاث وجبات يبقى زي or three meals breakfast to lunch away with an earth فضل ان احنا نكتبهم uh breakfast to lunch what do doctors advise people to eat الاطباب ينصحوا الناس ان هما يتناولوا ايه يتناولوا كثير من الفكهة والخضروات يبقى to eat lots of fruits and vegetables vegetables lots of fruits and vegetables بعد كده تشوز the correct answer اختري ليجا بس صحيحة she doesn't like football هي لا تحب كرة القدم هي ايه تنس هي ايه تنس هي بتفضل التنس يبقى she prefers تنس prefers يعني بتفضل today i have an important for the new job النهاردة انا عندي ايه مهمة للوظيفة الجديدة يبقى an important interview يعني مقابلة شخصية للوظيفة الجديدة علي used to work as a surgeon before 2010 هل هنا سؤال بهل هل علي كان بيعمل كجراح قبل عام 2010 طبعا هنا used to يبقى بسأل بفعل مساعد اسمه ايه did used to يعني هل كان معتاد ان هو يعمل good students should follow the school الطلاب المتميزين يجب انهم اتبعوا المدرسة طبعا قواعد المدرسة the school rules be careful كن حذر you eat healthy food انت تأكل طعام صحي يجب you must eat healthy food يجب ان انت تتناول طعام صحي smoking can eat your health التدخين يمكن ايل صحتك طبعا بيدمر الصحة يبقى damage your health he can't walk at all هو لا يستطيع ان يمشي على الاطلاق he needs a هو محتاج ايه a wheelchair يعني كرسي متحرك does she get up early on fridays هل هي بتستيقز مبكرا في عيام الجمعة طبعا هنا معنى السؤال هل هي يجب ان هي تستيقز مبكرا في عيام الجمعة يبقى does she باختار بعدها ايه have to does have to يعني هل هي يجب ليه هنا اختارنا have to لان بعد does بجيب have to طب لو هنا كان شي مثلا هنا ذي بيبقى do they have to اوكي لكن مع شي باختار does she have to all people should help is a ايه كل الناس يجب ان هما يساعدوا الايه they need our help هما محتاجين مساعدتنا بيساعدوا the disabled المعاقين fred is made from الخبز بيصنع من الايه from wheat من القمح بعد كده عن اكمل بالكلمة الصحيحة that's is a club i meet my friends هذا هو النادي عايزين ضمير واصل الذي قابل اصدقائي فيه مع المكان بنختار ضمير واصل اسمه where الذي قابل اصدقائي فيه she doing her homework at 7 yesterday هنا هل هي كانت بتعمل واجبها الساعة 7 بالامس يبقى هنا ماضي مستمر مع شي هل كانت يعني was she ماضي مستمر was بالفعل فيه ing بعد كده where did so have found her bag اينها وجدت صحة حق كوبتها طبعا بعد ذات بجيب الفعل في المصدر يبقى find يعني تاجد بعد ذات بجيب الفعل في المصدر often do you play tennis كم مره انت بتلعب tennis يبقى how how often do you play tennis بعد كده عندنا الparagraph about your daily routine هيكون موجود عندنا ان شاء الله في فيديو مخصوص لكل الparagraphات الparagraphs الثاني على ادي لكده كان حل متحم محافظة الكاليوية تمنى تكونوا استفدتم معي لو فيه اي اسئلة ياريت تكتبها في الكومنتز ساشي اللي اعجب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة